السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة الحكاية عايزها اللي يسمحها ياخد العزة والعبرة من الحكاية ديت لانها مؤثرة جدا جدا وكتير من بناتنا بيعوا فيها وبالغلط ومن غير ما ياخدوا بنهم فحزاري كل بنت تسمعني تعمل نفس الغلط ده وكل أم تسمعني تنبه بنتها أو تنتبه على بناتها صحبة الحكاية بتقول أنا نمت مع خطيبي ثلاث سنين في غرفة نومي من غير ما حد يعرف ولا أهلي يدروا يعني حتى أهلاها ما عارفوش حاجة طب عملت إيه البنت مع خطيبة وإيه كان مصرها في الآخر البنت بتقول أنا عرفت شاب وأنا في الجامعة يعني كان يعتبر من بلد جنب بلدنا وكت دايماً بعدي من عليه أركب مواصلات لغاية الجامعة الولد ده أقل مني من مستوى التعليمي أنا جامعية لكن هو معاد بلوم وخد سنتين معاد كمبيوتر يعني مش جامعي زي أنا معايا كلية علوم لكن هو معاد بلوم وخد اتنين يعني اعتبر كورس كمبيوتر كده سنتين معهد اللي هو مش معتمد ما اختلفناش على الشهادة المهم إن هو كان بيشوفني فراحه في الجاية وكان بيحاول إن هو يعاكسني وأنا كنت برفض دايماً المهم إن هو جاه هو وأهله واتقدموا لي وقرف الحيتي الخطوبة قعدت تلات سنين بحكم إن هو كان لسه ما دخلش جيش وعشان معاد بلوم دخل جيش تلات سنين لبس عسكري المهم حصل إيه كان هو يعني دايماً في الجيش بيبقى مجهول ما بيجيش كتير وأنا أهلي متشددين جداً جداً يعني ما بيحبوش الخروجات ما بيحبوش إن أنا قابل خطيبي ما فيش تعاني نتفسح سواء ما فيش إن هو يعود معي على المفراد ما فيش الكنان ده طب حصل العلاقة دي إزاي تلات سنين هقول لكم إزاي ودي كارثة كبيرة من كوارث الزمان أو آخر الزمان البند كان بتعمل إيه كان بتكلم خطيبها إلكتروني كله النار وطول الليل وقت ما بينزل أجازات كان بيجي يزورها مسلاً يوم وكم يوم لأمهوا في بلد بعد بلدهم فمش كل يوم متواجد وبحكم إن هي مقرفة حتها فكانوا قريبها بيقولولو مش حلال إن انت تيجي تزورها كتير إحنا عملنا فترة خطوبة تلسين عنا ما تخلص جيشك مش معنى إن انت تجلنا كتير يعني كانوا بيخلوا الزيارة يومين في الشهر وكان بتبقى القاعدة عائلية جداً ما كانواش بيعودوا عن انفراد أهلاكة الناس طيبين ومحتحفزين ومحترمين بس البنت استغلت كل ده عملت إيه البنت بقى؟ بقى هو يجي من الجيش يتكلمها طبعاً مش عارف يختلي بقى بيت أبوها طبعاً ولا أخد راحته وهي البنت بحكم إن أهلاها صعبين مش بتطلع ولا بتخرج طب عملت علاقة ثلاث سنين إزاي زي زوجو زوجة كانوا بتكلموا أونلاين أونلاين بكل ما تتخيلوه يعني فتح الكام بتتكلم براحتها علاقة زوجو زوجة إلبس ده ما تلبسيش ده إلاع ده طب إمساح الميكيش حط ميكيش تاني كأنه جوزها وهو كان مهمها إن انت مراطي حلالي انت حقي انت حلالي انت ملكي أنا ملكك إحنا مناش الله بعض ثلاث سنين مقفولة على غرفة نمها بتعمل ليه عايزة مع خطبه المهم العلاقة طبعا يعني خسرت فيها حاجات كتيرة علاقة كاملة يعتبر عن طريق الإنترنت لغاية ما فقدت أزريتها المهم البنت قالت اللي خاطبها الثلاث سنين انت كده خلصت جيش لازم تتكلم أهلك ويجي تقدموا لي عشان يكتب كتابنا ونخلص إجراءات الفرح إننا ماتفقين الثلاث سنين الخطوبة وبعد كده هيبقى كتب كتاب وشابكة وفرح على طول قال لها مفيش مشكلة أنا كده كده أتكلم أهلي وكلم بابا ونشوف إحنا نستعد إمتى ونيجي نخلص الإجراءات دي المهم اتصل عليها وفجأت بالصدمة الكارسة الكبيرة قال لها أنا كلمت بابا وقال لي أنا مش مستعد أجاوز دلوقتي وإمكانياتي ما تسمحش إنت روح تربط نفسك ببيوت الناس وأنا معايش أجيب لك منين طيب والحل قال لها أنا مش هقدر أخلف الكلام أبويا وأنا مش مستعدة دلوقتي لو جالك عريس مش أمورك وعيش حياتك يخرب بيتك طيب واللي حصل بيننا والسواد اللي أنا بقت فيه ده أنا فقدت عذريتك وإنا بنعمل علاقة عن نتة بأنا عمل ايه دلوقتي قال لها هو أنا اللي لمستك وأنا جيت جانبك وأنا عملت معاك حاجة وأنا جبرتك على شيء صلح هيها وعملها أي عملية ومش أمورك مش أمور عملية ده العملية دي أصل عملية فيك عملية دي أصل بتتكشف عشان البنات اللي بقولك ده ديتها عملية أولاً العملية دي شغل الصيني ده كله بيتعرف دلوقتي الشباب بقى صايع وقبل ما بيعمل أي حاجة بيكشف عذرية البنت إذا كانت كويسة ولا نظيفة والفاك ده بيبان طبعاً كل بنت بتتطلق اللي تدخلها بفضحها بسبب الموضوع دي يعني ما عادش حد بيعرف ينصب على حد معناش في زمن الجهلية النت خرب الدنيا كل حاجة بقت معروفة على الملأ قالت له يعني أنا بعد اللي عملته معاك والعلاقة اللي عملتها كاملة معاك عالنت وشفت جسمي وشفت كل حاجة جاية تقول لابوي يا مرافض ده أنا هاجي وأفضحك وأكلم أهلك وهجب أهلي معايا كمان وأقول لهم كل حاجة قال له هزبت إن أنا عملت فيك حاجة أو لمستك أو إن أنا اختصبتك أو إن أنا عملت فيك حاجة ده غلطتك إنتي إنتي اللي مش مظبوطة إنتي اللي حابة قلة الأدب إنتي اللي حابة توريلي نفسك أنا حتى لما أقولك كده إنتي اللي خليك توافقيني حد بيعمل مع نفسه كده حد بيأذي نفسه ومع كده ده كنت تنتهين عليك شرفك أنا اللي حافظ لك عليه روح يا شطرة شوفو لك أي واحد وصلح معايا غلطتك أنا مش غلطت يعني أنا ما قربتش منك وأنا مش مديونك بأي حاجة البنت طبعا قعد طلطم وتصوت وتصرق هعمل إيه طب الفضحة اللي بقت فيها ده أنا فقط عزريتها عشان خطرك ده بنتي بتعمل معايا كده ليه مدام انت نيتك الغادر علقتني بك ليه تلات سنين وربطني بيك وخلتني عمل معاك كل حاجة ده أنا جهزت كل جهازي ده أنا بقت أجهز على إن إحنا هنتجوز بعد ثلاث سنين ليه انت عشانتني بالجواز ليه أمنتلي إن أنا مراتك ليه وصلتني إن إنت جوزي وديت للثقة إن إحنا اللي اتنين متجوزين ليه كل ده عملته معايا ليه دمرت شبابي ودمرت صحاتي ودمرت عزريتي ودمرت شخصيتي يعني كسرتيني وكسرت أهلي قال لها أنا ماليش فيه مفيش أي بنت محترمة بتسلم نفسها بسهولة وأنا إثبت إن أنا عملت بيك أي حاجة لو سبت علي أي حاجة لو سبت إن أنا علاقة بيك أو عملت بيك حاجة ساعتك ساعتها أعمل اللي أنت عايزة جبي لي دليل واحد يدل إن أنا قربت لك أو إن أنا حتى يعني نمستك أو تحرشت بيكي طبعا مفيش معاها دليل لإنها كانت علاقتها بيه علاقة إلكتروني يعني علاقة كاملة عن نت حتي تعزت التليفون صغير كي ضيع كل حياتها وضيع مستقبلها وخليها كمان فاكست عزريتها ومعايش أي دليل تثبت إن هو عمل حاجة تبتعمل إيه؟ بتحاول إن هي يعني تترجاها إن هو يجي تقدم لها أو يتجاوزها حتى ويطلقها أو إن هي حتى تساعدها في جهازها رافض تماما بيقول لها حجة أهلي إن بابا رافض إن أنا تتجاوز دلوقتي أنا مقدرش إن نخلف كلام أهلي أهلي هما اللي بيساعدوني هما اللي بيجوزوني وهما اللي بيدفعوني من معهم من آآ من أرضهم من محاصلة اللي بيطلعوها فأنا معايش مفيش بإيدي أي حاجة تبتع على حتى نكتب كتابنا وآآ ونقول لأهلي مثلا نصبر كمان سنة لأ أنا أبويا حلف علي أن الموضوع ده ما يكملش وبصراحة مش مرتاح للنسب كله ومش عايز تجاوزها التم دلوقتي بيقول ده مش وقته وإن تختك على وش جواز مخطوبة هي أولى بجهاز وأولى بجوازتها أنا مش مستعد إن أنا أخطبك دلوقتي ده ما تدبش نفسك وتشهلني معاك الليلة المهم إن أنا ما أقدرش إن أنا أتخلى عن كنام أبويا وأنا ما أقدرش إن أنا أخضب أهل علي هخسر أهل عشان خطرك أنا مش لازمنا إن أخسر أهل عشانك يعني بايع ومستبيع طيب البنت تعمل إيه؟ عايزة تحكي الأهلاء خايفة طبعا طبعا أهلاء واسكن فيها ثقة عمياء إن هي بنتهم محترمة جدا لأنني ما بيشوفهاش لا بتخرج ولا بتطلع ولا بتلبس لبس يعني وخرج ولا بتطلع من غرفة نومها أصلا لقترق وقتها قافلة على نفسها وقافلة على بابها ما بتقابلوش فعارفان إن بنتهم صغ سليم حتى لو هم دلوقتي قالوله قالولهم أنا مش عايز بنتكم كل شيء اسمه مصيبة يبقوا حطين في بطنون بط خصيف إن البنت محافظين عليها هم محافظين عليها جسديا وهي مضيع نفسها الأكترونيا يعني هم مش بينزلوها مش بيخرجوها مش بيخلها تختلبي بس هي ضيعت نفسها بطريقة قذرة عن طريق النت وده اللي بنقول عليه النت ده هو سبب خراب البيوت البنت اللي بتبقى قافلة عن نفسها ديت هي يقوم تحرص لبناتها شوفهم بيعملوا قاع النت بيقفلوا عن نفسهم بالأوقات الطاولة ديت بيعملوا قيجا جوا الغرف بتاعت النوم يسيروا بناتهم يحاولوا يحرسوا بناتهم يحافظوا عليهم يوعوهم إن النت أوسخ من العلاقات اللي بتحصل يعني الطبيعة ما تقولوش إن احنا بنحمي ولادنا أولا يعني اختلاء النت أو قذرة النت أسهل وسيلة للشيطان إن يتدخل بين الشاب والبنت ما تقولوش إن أنا محافظة على بنت وقفل علىها ثلاث قفلات إن أنا كده حمياها من عيون الشباب ومحافظة على شرافها لأ ممكن النت تعمل عليه كل حاجة لإن كل الشياطين شغال على النت دلوقتي ده اللي حصل مع البنت المسكنة ديت طبعا هي بتحكي للحكاية وبتقول لي أنا مش عارفة أعمل إيه وخايفة أقول لأهلي أهلي متشددين جدا 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 أنا لو قلت لهم بس إن أنا يعني لبست قط قدامه هيقطع رئابتي بلا وعارفوا كمان إن احنا عملنا علاقة كاملة عن طريق النت وفقدت كمان عذريتي بطريقة شيطانية هيعملوا فيه إيه فأنا خايفة جدا جدا أقول لأهلي ومعندش إثبات إن هو عامل معي حاجة لإن هو ما دخلش بيتنا ولو حتى كشفوا علي مفيش أي حاجة بيني وبينه يعني مفيش يعني علاقة كاملة بيني وبينه تثبت لأي حاجة أنا اللي إزيت نفسي بنفسي وأنا اللي ضيعت روحي بنفسي وأنا اللي مشيت ورا الشطان وديت له الثقة العامية إن هو كأنه جوزي وكان مهمني إن أنا مراته إن أنا حدال وده كمان لو كان في فرصة إن إحنا نخلف على النت لو النت بيخلف كان زي ما أنا جبت العيل فأنا ضيعت نفسي بنفسي هو يعني ضحك علي وأنا انت سأت وراه لغاية مخسرت كل حاجة فأنا مش عارفة أعمل إيه المصحيني أنا طبعا ردت على قلت أنا أنت مستهترة ومش كويسة وإزاي إن أنت تبقي إيه يعني أنت عشان تخطبت يتحلك إن أنت تتكلميه فيديو وتتكلميه سطو صورة ويبعث له صورك وتعملي معك كمان علاقة إيه إيلة الأدب دي إزاي إن بنت جامعية متعلمة حتى لو أنت مش جامعية وأمية إزاي إن تتضحي بشرفك بسهولة كده وتدله الثقة أهو باعك في الآخر ومش معترف بيك أصلا وعمره ما هيجيلك حتى لو قلت لأهلك هو هينكر اللي أنت فيه ده كله ويقولهم زي ما قالك جبولي إذبات إن أنا اتحراشت بيها أو إن أنا اختصبتها أو أنا عميت فيها أي حاجة إزاي إن أنت تترخص نفسك عالنت إزاي إن أنت تقبل إن أنت تتعرق قدامه إزاي إن أنت تكشفي عزريتك ليه إزاي إن أنت تضيعي مستقبلك إنت كان عقلك فين إنت إنسانة ما كانش فيه في دماغك عقل إنت كده الغلطانة والغلط عليك أكبر منه فقاست بالحل عامل إيه قلت لها الحل إن أنت تقول لقريبك ده نصيحتي ليها قولي لأهلك نمامتك وأبوك وأخواتك ما عادش حاجة بيقات الدار لأن أنت دلوقتي خسرت كل حاجة وخسرت معاه هو أولى بقى اللي أنت تكشفت عليه هو اللي يسطر عليك يعني مش هتشيل بلوتك لغيره أنت فضحت نفسك معاه هو أولى أن يشيل فضحته وإنت تقول لقريبك كل حاجة وهو برضو يدفع التمن زي ما أنت دفعت التمن فبقول لها أنت معاك أي دليل رسائل مثلا صوتية فيديوهات ليه فيديوهات لكم مع بعض قايت له أي المحادثات كتيرة قلت لها خلاص حافظة عليها بقى للعاود يعملها إزالة أو يهكر لك الإيميل أو يكون عارف الباسورد بتاع التلفونك أو عارف يهكر حافظة على بعض الصور والشاتات اللي بينكم من بعض والفيديوهات ديها تثبت أن أنت كتماعاه هو بدل ما يقول أنا ما عملتش فيها حاجة وما كنتش برح لهم ويرمى عليك بالوة كمان أن أنت على علاقة بواحد تاني مش هو اللي هو صاحب الخطيئة ممكن يقولك أنت عاملها من بره شوفه مين اللمتك مش أنا فأنت عشان كده حاول أن أنت تمسيك عليه بعد أدلة من اللي هي عن نت لأن أنت كل حوارتك كلها عن نت أي دليل عليه أن يزبت أنه كان على علاقة بك كاملة على الطريق الإنلاين حافظة عليها وقول لقريبك يقف جنبك بقى لغاية ما تتجوزيه علاقك أن أنت تتجوز الشخص ده لكن أنتش ضمنك أن أنت لما تتخطب الغير أو حتى أن أنت تصلح غلطاتك بطريقة قذرة اللي هي العمليات والكلام الفرق ده وأنا ما نصحش بها مش كل بنت تتوسخ لنفسها تروح تعمل عملية وتغش أولاد الناس ده من الأكبر الكبائر كل بنت تحافظ على شرفها وكمان الحاجات ديت الصيني ده بتكشف وضو عشان ما فيش بنت تقول لك إيه أعمل لنا عايزها وديتها عملية لقي حاببة قلبي الوقت العمليات ديت بتبقى مفقوسة قوي وعاد العريس قبل ما بيدخل على عروسته هو اللي بيكشف بنفسه شوف اذا كان فيك والله أصلي وعارف الصناعي وعارف الطبيعي فموضوع عشان كل بنت ما تحطش بدمخة من آآ آآ ديتها عملية والسلام يعني وعيش حياتي وممشي كده آآ على حل شعري ده ما فيش حاجة زي كده بتحصل ما فيش حاجة ربنا بيكملك كده يعني مش هي مفيش حاجة بيقفها في ضيحة وبتكمل بالساتر يعني فا قلت لها قولي لأهلك وآهلك هما بقي تكلموا مع اهله وتكلموا الولد والشات والفيديوهات اللي معاكي والسكرينات اللي انت هتاخدها عليه والمحادثات الصوتية كل ده حافظ عليها لانه دي هتبقى برضو تثبت ان انت كنت على علاقة معاه هو بس وهم قريبك يقدر يحلوها وتجاوز الشخص ده ويتوب الى ربنا وصال لي ودعا ربنا ان يقبل منك التوبة ودي غلطة كل بنت او كل ام بتسمعني تحافظ على بناتها ما تقولش احنا قفلين على ولادنا تلات تكات ولادنا مش هيعملوا الخطيئة الخطيئة ما بتجيش اللي عن طريق النت مش شرط ان بنت تطلع برا وتعمل غلط وتمشي اه مثلا ماشي بطال مع اي شاب ممكن تعمل كل حاجة عن طريق النت في غرفة نمها وانت ما تشش شايفة وهي لا منشاف ولا مندري تعمل اسوأ علاقة واوسق علاقة وممكن تتفضح عن النت اوسق من اللي بيعملوه برا البنات مع الشباب يعني ما فيش حاجة عادة بعيدة عن اي شيطان يتدخل بين ولد وبنت فانتو حافظوا على بناتكم كل بنت بتسمعني فيش حاجة اسمها خطيبي فيش حاجة اسمها مكتوب كتابي ان انا ادلوه ثقة العمياء وانا بقيت خلاص مدان ده خبط على بابي وحطه دبلته في صبعي بمعنى كده ان هو شاريني وهيحافظ علي وانا من حقه وانا ملكية خاصة ليه يعمل اللي هو عايزه معايا او في الاخر اتخلى عنها وغضر بيها ودلوقتي بقول لها انت اللي بيعت نفسك وشوفي مين اللي جبرك على كده وشوفي اه جبيلي دليل اللي انا عملت معاك حاجة فالبنت المحترم اتحافظ عن نفسها لغاية ما تخش بيت جوزها بالحلال بدخلة وفرح وهيسة ولما وشهود يوم فرحك تروح له غالية يدفع لك مهر يقدرك قدامي الناس تروحي غالية حتى بعد كده يديك الثقة العمياء في حياته لكن انت لو انسان رخيصها حتى لو جوزك بعد ما رخصت نفسك معاه صدقين هيبقى شكوك بانكو هقولك انا مش مقتمنك على نفسي ولا على بيتي ولا ولا ولادي لان اللي متحافظش على سمعة اهلها متحافظش على سمعة جوزها طبعا دي كانت حكايتنا النهاردة ما تنسوناش في الاشتراك والدعم والتفعيل الجرس وعشان يصلك لكم منكو الجديد وياريت الحالة تكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته